ايه اسس او معايير اختيار العريس طبعاً يا حلقة كلها بهجة وفرح وانا حب بتأكد الموضوع ده والبس تلكه ابيض هل ممكن يا رضوة ان واحدة تتجوز واحد من جنسية مختلفة يعني فيه ناس بتطلب تحديداً قللك ايه لأنا عايزها دكتور يعني عندهم عناصر تانية هم منامجين فيها جداً والعناصر واضحة ومستمرة يعني ميفاش يكون مثلاً عنصر احنا اتنين بلعب شطرنجة طب ممكن تلعبه مرتين شطرنجة وتزهقه انا دايماً بقولي نفسي ايه لما تيجي مثلاً بنت تستشرني في عريس تقولي هو فيه كل حاجة بس مثلاً قصير شوية ولا بص يا بنت الحلال خدي لعب اللي انتي شايفاه يعني لو لعب انتي مش فارق معاك وقدرت تتقبليه شخصيته حلوة ومتمسك على الاقل انتي عارف عيبه فعلاً فيه ناس من كتر الحب اللي بيشعر في ان يعيشوا اللي هو اه مثلاً مشاعر معينة هو دلوقتي في الشوكل هو يشوف هاي يعني هي من حبها في جوزها جننته وجننت نفسها السلام عليكم واهلاً بيكو تاني معانا في ساعة ما رضوة زي ما قريته عنوان الحلقة طبعاً يا حلقة كلها بهجة وفرح وانا حبي تأكد الموضوع ده ولي بستلكو ابيض عشان ان شاء الله تكون حلقة كلها اه حاجات متفقلة ونعالج اللي عملنا الحلقة السابقة انا قلتلكو وعدتكو ان شاء الله الحلقة دي زي ما تكلمنا عن اسباب التأخر للزواج الحلقة دي هنتكلم عن طيب لما بيجي عريس او بيبدأ يظهر اه زوج مستقبلي في الافق ازاي نختار او الشوفة اه رؤية شرعية باختلاف اسمية حسب البلد وحسب العرف ولكن تظل هي مقابلة العريس طبعا مقابلة العريس من اكتر اللحظات الحاسمة في حياة كل انثى سواء هي بتكون لحظة جميلة احساسها انها مرغوبة واحساس ان بيجي لها عرسان كل انثى بتحلم حتى ولو انها تجرى بالاحساس ده وفي نفس الوقت هي ممكن تكون باب خير او بداية حياة جميلة فازاي اسس اختيار العريس من اول اصلا احنا هل هنسمح له ييجي مش من معنى اللي هو اللي فيه كبرة او شيء نسمح له او ما نسمح لهش عشان ستاب بتحب الحاجات دي بس لا بمعنى انه لما بتيجي مسلا سواء خطابة او بتيجي واحدة صديقة والدتك او زميلك او اي حد ظهر وحابب بيجي يتقدم للاهل هل من البداية هو هيدخل البيت ولا من البداية الافضل المقابلة دي ممكن تكون مش انسب حاجة طيب ايه اسس او معايير اختيار العريس طبعا اسس اختيار العريس فيه حاجات اساسية وزا بيقوله كلاسيك بنتكلم فيها طبعا المستوى الاجتماعي والتعليمي والمادي والاخلاقي والديني وبعض الاشياء الاخرى طيب عايزين يبتدي في الاول باكتر حكتين محيرين للناس وبيسألوا فيها كتير اللي هو الاختلاف في المستوى الاجتماعي تمام والمستوى التعليمي طيب بالنسبة للمستوى الاجتماعي ملهوش دعو بالمادة يعني فيه فرق بين المستوى المادي والمستوى الاجتماعي المستوى المادي يعني الفلوس الفلوس يعني الواضح كده دول معاهم كذا عندهم كذا بيت وعندهم مثلا حاجات والمستوى الاجتماعي مش شرط يكون لها علاقة بالمستوى المادي يعني فيه ناس وزي يقولوا الواضح أصول جدا وكده بس يعني على قد طبقة متوسطة طبعا المستوى الاجتماعي مهم المجتماعي بالذات تحديدا مهم تقارب الأهالي أو تقارب بعض السلوكيات أو بعض الحاجات اللي ليه علاقة بالأهل والخلفية بتاعتهم إن هما جايين من أنهي بيئة وشوية حاجات لازمة وبتحسن العلاقة وليست إجبارية يعني مش شرط يكون سبب رئيسي في الزواج لأنه مثلا عسامي المثال فيه ناس بتتزوج ناس من جنسيات أخرى وده سؤال بيجي لكتير هل ممكن يا رضوة إن واحدة تتجوز واحد من جنسية مختلفة أنا بقول لها هي بتعتمد على كذا عنصر رقم واحد هل هو الشخص ده أنت فعلا شايفة القيمة اللي فيه أو أنت عارفة أنت حبت تترتبط بيه ليه ولا هو مجرد اختيار عريس وإنت عندك قدر من المرونة يعني أنا دايما شايفة إن العريس اللي من جنسية مختلفة مش مناسب لكل النساء مناسب للسيدات اللي عندهم ثقافة ووعي ومرونة يعني إيه مرونة؟ يعني تقدر تتقبل عادات وأفكار مختلفة لأن فعلا فعلا كل ما اختلف الجنسية واختلفت كمان اللغة يعني ممكن يكون مثلا جنسية وهو من دولة عربية يا زيك وكل ما اقتربت الدول العربية كان أسهل العادات والتقاديد لكن كل ما بقى اندخلنا في اللغات كمان الفرق اللغة بيبعد شوية مش شرط يكون سبب لعدم التواصل بالعكس ممكن يعرفوا يتواصلوا كويس جدا بس هيكون في مرونة يعني حتى شوفوا النمازج البنات اللي ارتبطوا بشباب من جنسيات مختلفة كانت حدة المرونة فيهم عالية يعني هي تقولك أو تحطيت في موقف كذا ساعة العرس وفي موقف كذا عرضوا عليها أكل معين وابتسمت ومرضة شاكل يعني هميها دايما بيقولوا حاجات ومواقف تدل ان هي ازاي كانت مرنة وعندها زجاء اجتماعي قادرة تظهر لأهل زوجها أو أهلها ان تمام اللحظة لطيفة بدون إحراج لها أو إحراج للطرف الآخر فمش كل النساء مؤهلة لده فيس كتير من السيدات لأ المواقف دي ما تعرفش تتصرف خالص وتتدايق وفي بنات بتعود تبكي وتقولك الغربة وتقولك نفسي تنهارت فأنت تكون صريحة مع نفسك لو انت حسن ما عندكيش قادر من المرونة والزكاء الاجتماع عندك لسه ما نضاكش بالشكل الكامل فمش ده أفضل اختيار لكي طيب نيجي نتكلم عن فيه اختيار تاني مهم جدا وهو معيار الحالة الاجتماعية يعني الأب والأم من ثقافة أو نوع تخصص معين مثلا أطباء مهندسين التانيين نفس الفئة ممكن يقرب كتير وأن هما يكونوا على وفاق بس مش سبب كافي يعني ممكن الأب والأم والأب والأم للشخص الآخر يكونوا فيه اندماج يرفعوا يبقوا أحلى جروب صحاب بس لو علاقة الزوج والزوجة أو العريس والعروسة مش جيدة ده مش هيبقى سبب كافي يعني زي ما يقولوا استمرار هذه الزيجة في حين ان العكس ممكن تمشي الزواج بس هيبقى فيه مشاكل يعني لو فيه توافق اجتماعي قوي جدا وفيه انسجام بين العلتين وكده بيحسن العلاقة وبيخليها ألطف وبيخلي استمرارها أقوى ومتنتها وزي ما يقولوا ميزة في الجوازة دي ولكن لو الزوج والزوجة بينهم مشاكل مش توافق الأهل هيخليهم يستمروا ولعكس للأسف أحيانا بتبقى أداة سيئة يعني أنا جات لي حالة بزاة الأقارب إنه بسبب إنه هو مثلا ابن عمتها أو ابن عمها فهما مش سعدة ومضطرة تكمل عشان اجتماعيا مش عايزة تنفصل عشان أبوها وعمها ما يحصلش بينهم خلافات والأسف المنوسكولة دي منتشرة في بعض الدول العربية جدا وبتسبب مشاكل فمش قرب الاجتماعي هيكون السبب الأساسي في التوافق ولكن وجوده بيحسن كتير طبعا هنيجي في النقطة التانية الشكل المادي أو الفرق المادي ما ينفعش يبقى عالمي يعني ما ينفعش جو خلاص المسلسلات بتاعت الزمان مش عارفة الأميرة حبة ابن الجنيني والجو ده بصراحة مش منطقي مش اهانة في الشخص أو تقليلا منه أو كذا بس ده لغة واقع لأن فيه احتياجات للمرأة عند الزواج وحتى سبحان الله يعني دايما حتى بتسئل السؤال ده يردو هو المفروض يعني مين عاداته اللي تم يعني مين عاداته اللي تم يعني الزوج اللي عاداته اللي تم ولا الزوجة الأصل الزوجة تخيلوا يعني سبحان الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما جيه وسيدنا مريا كان بيحاول يشوف لها مكان يكون مشابه لمصر يعني يكون مكان خضرة وكده لأن هي جاية من البيئة دي فالفكرة أن المرأة هي العنصر اللي بيحاول الرجل أنه يهيأ لها المكان مشابه لثقافتها تمام؟ لأن هي فعلا هي لازم تكون مستقرة ومرتاحة في بيتها نفس الفكرة في مثلا العاداته كده يعني في مثلا بعض الدول عندهم عادة التقسيم النص بالنص أو مثلا أن هي مش عارفة تجيب غرفتين وهو تجيب غرفتين أو مثلا هي تجيب شيء في البيت وهو مثلا عن المسكن وفي دول تانية المرأة مش بتجيب أي شيء خالص هي بتاخد مهر والمنزل كما يستطيع الرجل بيجيبه تمام؟ الأصل إيه؟ الأصل إن إحنا بنمشي بعرف المرأة يعني هي أهلها عندهم مثلا إنه هو المرأة مش بتجيب شيء أكيد هي مش هتلزم إنه أنت عشان العريس من عرف دولة تانية المرأة فيها بتدفع أو بتتدخل ماديا في الزواج يبقى أنت تعمل زيهم لا هو اللي جاي وأشوفه أنا بقى في الحتة دي بقى يعني مع الست مش مع الست بالمعنى بس طول ما أنت لسه يعني عروس أو لسه بتتتزوجي زي ما يقولوا إيه لتأمر شوية يعني حقك سبحان الله يعني حتى في الدين البكر غير الثيب غير يعني فكرة المراعات الحالة للمرأة والحالة النفسية وإنها أول مرة تتزوج وحقوقها وكده ده شيء طبعا منطقي حقها ففكرة إن أنت من البداية لو كان العرف عندك في دولتك أو في الظروف الاجتماعية إن أنت كمرأة مثلا بيبقى مثلا بتاخدي مهر معين والزوج بيجيب الأساسيات خلص يبقى هو يعمل باستطاعته طول ما أنت وثقة في الراجل ومتأكد أنه بيعمل أكثر ما عنده هو يستاهل هنيجي بقى اللي يستاهل دي بعد شوية يبقى هو اللي حيتم يعني زي بيقوله عمل على عرف الزوجة العرف بتاع أهل الزوجة في اختلاف العدات والتقاليد هنيجي في نقطة مهمة جدا وبقى كل يسأل فيها دلوقتي وهو المستوى العلمي يعني مثلا المرأة تكون مثلا دكتورة عملة اثنين ماجستير ومش عارفة بتدكتورة الطوارئ جات لي كتير جدا الحالة دي اللي هي الدكتورة بالذات بقى طب بشري مثلا أو أي طب بالذات الطب مش عارفة ليه وارتبطها بشخص آخر تسألوني يعني أنا كرأي شخصي مع شوية خبرة من استشارات الحمد لله أنا وجهة نظري يعني قولا واحدا خصوصا التخصصات اللي هي العلمية اللي أفضل يكون الزوج من خلفية علمية أيضا لأن شكل العقل اللي بيكون بطريقة الدراسة دي بيبقى مختلف تماما يعني طريقة نظرته للحياة طريقة اختياراته اليومية طريقة التعامل مع المواقف التفكير التحليل المنطقي وكذا أنا بالعكس أنا بحس أن الناس الدكاترا أو المهندسين على قد ما هم فعلا فعلا ممكن يكون نجحين على مستوى الحياتي والعلمي وكذا بس أحيان بيكون في بعض المشاكل في التعامل اللي هو بالذكاة الاجتماعية يعني من الآخر يعيني مساكين من كترهم هما واضحين قوي بيجوا بيقفوا في حتة لما بيتعاملوا مع أشخاص فيهم حتة لقم وخبس دي جاتلي في استجارات كتير جدا بتكون الزوجة بريئة قوي يعني لو ايه أنا دكتورة كذا والدكتورة كذا واتجاوزت حد مثلا مع كاملة احترامي طبعا مش حالة معينة أنا بكلم كل شفته تاجر مثلا او مش عارفة بيشتغل في السيلز او احنا بوعاد قوي يعني هو لغته الكلام يعني زي بيقوله بيعرف يتكلم والتسويق وكده مش يعني الدكتورة حاجة تانية خالص فبيكون عندهم مشكلة عادة في حتة انه هو شخصية لا بقاوي في الكلام وكده بس ممكن يكون اهتماماته مختلفة وهي مسلا علمية جدا ومش عارفة ايه بيحصل احيانا بعض المشاكل فعشان كده أنا شايفة يا اما يكون فيه نقطة تانية معوضة كل ده انه هم اصدقاء قوي مسلا وبيحبوا هم الاتنين الخيل وبيحبوا الرياض يعني عندهم عناصر تانية هم منامجين فيها جدا والعناصر واضحة ومستمرة يعني ما يفعش يكون مسلا عنصر احنا اتنين بلعب بشطرنجة طب ممكن تلعبوا يعني مرتين شطرنجة وتزهقوا مش كافي لا في عناصر تانية معوضة لاختلاف العلمي رغم ان انا بقول لا يعني تسألوني الفرق العلمي الكبير والحرص العلمي الكبير صعب شوية صعب شوية لاني بتاع ده كده الخطوات بتقفيها اختيار يعني انتي ميلة لان انتي تكملي دراساتك وانت مش عارفة ايه وتسفري وتعملي ودكتورة ودكتورة نكحة وعندك عيادة طب ازاي طب ازاي وهو مش مش واعل ده مش فاهم حياة الدكتور مش فاهم اه وقته فساعد بتعمل مشاكل فلا اما فيه وعي ونطج من الطرف الاخر عميق جدا لتعويض هذا الاختلاف يا بنحط تحته كذا خط نطل بعدها في الجزء العلمي وهو متابعة العلم يعني هل احنا لما بنيجي نشوف مثلا انا اه حد مثلا مخلص ماسترز وهعمل دكتوراه وناوي عمل كذا شخص التاني اوكي مش مهتم اوي بس شايف ان دون قطة ايجابية في الشخص يعني لما سمع عنها كانت باين ان هي اوكي مكبولة ولكن الاسرار الرهيب على الاختيار يخوف يعني ايه يعني فيه ناس بتطلب تحديدا يقولك ايه لا انا عايزها دكتورة او الله يعني من كده نعمل انواع الفخر وبالذات عفوا يعني فيه في بعض البلاد كده يعني اللي هو ايه خصوصا لو هي الناحية العلمية كانت فيه عدم توافق عنده لا انا عايزها دكتورة كده عشان يقوله مراتي الدكتورة راحت ومراتي الدكتورة رجعت حرفيا بيبقى هو فعلا بيبقى حابب الجوازة دي لتعويض نقص معين هتقولي لي طب يا رادو طب ما هو منطق الراجل هيتجاوز وكذا ايه المشكلة يعني هقولك المشكلة الاساسية انه احيانا لما بيذهب السبب او متعته بتروح وبيرجع الانسان يواجه اصله يعني يواجه اللي هو رغباته للحقيقية يلاقي نفسه لا والله انت الدكتورة مش كافية دي قصة معروفة قوي حتى في المسلسلات العربي وكده ودي قصة حقيقية يعني انا من استشارات جات لي انه هو بعد فترة بيكتشف اه انا اخدت الدكتورة يا بس انا كنت اخد كده بنت عم كان بتعمل اكله ومش عارفة ايه يلاقي انه لا هو بس عملت كده عشان زي ما قلنا كان فيه موضوع نقص شوية نفسي وكده وبيكتشف انه هو كرجل او كذكر لا كان مناسبه اكتر المرأة اللي بتجيد الطبخ وبتجيد اعمال المنزل وكذا يعني حيثة الدكتورة دي كانت كده رغبة وراحت فللأسف بقعد كده برضو بتعمل مشاكل فلازم يكون الموضوع في اتزان اتزان في تقبل الاختلاف العلمي في حالة ان انت هتقبل ان يكون فيه اختلاف علمي او يكون اصلا فيه توافق علمي او تقارب علمي ومع وجود ايجابية ناحية النقطة وليس انبهار الانبهار في اي شيء في الزواج مخيف دي تحتها الف خط يعني في الاسس قبل اما ييجي حاجات كتير مبهرة مخيفة اقلقي يعني مش معناها ان اي انسان هيجي يعني ايه يعني مثلا واحد فائق الغنى وفائق الجمال اقلقي انا يعني فكرة الكمالية دي غير طبيعية غير طبيعية يعني تقلق انا دايما بقولي نفسي ايه لما تيجي مثلا بنت تستشرني في عريس تقولي هو فيه كل حاجة بس مثلا قصير شوية ولا بص يا بنت الحلل خدي لعيب اللي انت شايفاه يعني لو لعيب انت مش فارق معاك وقدر تتقبلي وشخصيته حل ومتمسك على القل انت عارف عيبه يعني احنا شايفين لعيب ربنا يستر لعيب بعدين فده واقع يعني انا مش بقلل من انه ان شاء الله ربنا كريم ويعطيكي كل شيء بس احنا بشر وفينا عدم الكمال وفينا النقص ففكرة انها من البداية متقبلة النقص اصلا او انا لما بشوف حد مش باخد بشكل سطحي معي ورا وقلم وتيكتيك وبديله درجات عشرة من عشر فلوس عشرة ده مش وقعية يعني انا لما لقي الارقام متوازنة سبعة من عشرة ايه خمسة يعني ستة يا ستة ستة من عشرة الاقي حاجة تسعة من عشرة لأ انا اطم من هنا في توازن في اه شكل طبيعي للبشر اكون حتى العيوب ملموسة شوية العيوب ظهرة وملموسة طبعا فيه نقطة مهمة جدا جدا وجدتني كتير جدا اللي هي اطافق فيه العادات والتقاليد وطبعا الالتزام الديني طبعا ديه شيء شخصي ومختلف من شخص الاخر حتى سبحان الله في الحديث من ترضونا دينه وخلقه ليه يعني فكرة ان انت ترضى يعني مش كل اشياء مناسبة يعني فيه ممكن يكون راجل متدين جدا ومسلا ما شاء الله بيصد في المسجد وكذا بس طريقته في تطبيق الشيء ده او طريقته في الكلام في الدين او مثلا الشيوخ اللي بيسمعهم مش موافقة مش متوافقة مع فكرك مش متوافقة ودي جات لي في حالة يعني فيه بنت وصلت انها بقى تقولي بيسمع شخ كذا حتى انا كنت ايه يعني معرفة فهم مش فقلت لها طب انت بتسمعي ايه طب انت بتحبي ايه يعني بلقت حتى افهم وجهة نظرها وجهة نظره وفعلا وصلنا لان كان فيه كذا نقط كتير قوي تدلل ان الولد كويس جدا وفي حاجات كتير مش بس في النقطة الدينية فقلت لها لأ يعني دي كلها مبشرات الانسان كويس فبشكل اخر انت لازم تكوني وعية لفكرة انه حتة التدين دي بالذات اه في حاجات بين الشخص وربه يعني بين الانسان وربه وفي حاجات مع البشر تمام ما هو فيه عبادات مع ربنا اوكي تخص الانسان صلاة وصمه وفي حاجات مع البشر انه بقى ايه الازاوة تصليت اللسان والغضب مشكلة بقى فعدم تطبيق الايه الاشياء اللي علاقة مع البشر دي هتدرك جدا 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 يعني مش بس الالتزام في العبادات اه الاساسية طبعا اساسي ما فيش مشكلة وانت تكونين حتى ستندر معين وانت معتقدة فيه بس كوني اه حريصة على التطبيق كمان الحياتي مع التعامل مع الاشخاص لان ده اكتر شيء هيأثر عليك Learning تعاملوا معاك في الغضب تعاملوا معاك في اللحظات الضعف تعاملوا معاك تعاملوا مع الناس الضعيفة تعاملوا مع والده تعاملوا مع والدته آه كلامه يعني مسلا على سبيل مسلا اه نوتين البنات ايقولي حاجة كده فمسلا اما قال لك ايه وسط الكلام اما قال لك ايه دي مجرد ست لا رحت والا جنت يعني هو بيحكي الأصب اني فى مدرسته كانت خلته في امتحان يجيب درجة مش كويس اما قلل عليها كده الداكي كده زي بصيص نور هو بيفكر ازاي خصوصا ناحية النساء فاللي فكر كده مش شرط انه في مواقف معينة ممكن برضو يعمل نفس الشيء للأسف فانتي لازم تكوني مدركة العادات والتقاليد والمبادئ تمام لا تتجزأ ولو انسان حكالك حاجة او قال حاجة ودي بتجيه لي كتير جدا جدا والله في استشارات اقول لا تقولي مثلا التصرف معين اقول لا تب هو ما بنشي التصرف ده اثناء الخطوبة ولما تقدم او كده تقولي انا كنت متخيلة ان هو هيبقى كده مع الناس بس مش معايا يعني مثلا والله يعني جات لي حالة كانت مأساية يعني صراحة كان الزوج يعني بخيل بخل رهيب رهيب حقيقي انا ما شفتش كده بصراحة يعني درجة يعني ربنا يحفظنا جميعا كأنسة يعني دي اهم دعوة ان البخل صفة صعبة وفيه فرق بين الحرص فيه فرق بين الانسان يكون زي ما بقوله يعني حكيم في صرفه بالعكس دي بقت صفة مهمة جدا في عصرنا ده لانه مش حلوة تقولي بسم الله مع واحد تاني يوم يبقى عنده ديون ومشاكل وكذا مش احسن حاجة الاسراف برضو ولكن زي ما بيقوله يعني النص او الانسان يكون اه مدرك وبيصرف ازاي وفي نفس الوقت لكن اللي هو الشح الشح النفس او البخل المفرط مخيف صراحة فكان بي بتحكي حاجة فبتقولي الناس دي نقطة مهمة جدا ان احنا لازم نسأل على الشخص قبل ما يدخل البيت قبل ما تقابل العريس ما فيهاش اي مشكلة ان احنا نعمل بحس كده اوكي ولازم بقى البحس زكي يعني الناس بتقوليك ايه كنت حطى فيديو كانوا كنت بقول ان ضروري ان احنا نسأل عن العريس في مجان العمل وفي اه الجيران والاصدقاء صح اما قالوا ايه قالوا لا ما احنا بنسأل والناس ما بحبوش يقولوا حاجة سلبية بالذات لو حد يعني عشان زواج فبيقولوا حاجات ايجابية طيب انتوا راحين تسألوا تقولوا عشان احنا عايزينوا يتجوز ده مش زكاء برضو لحنا احنا احنا ممكن نقول تصرف تاني او نعمل بنسأل بطريقة تانية مسلا معينة اي شيء اي شيء انه ده ده جاي له شغل ده في حد مش عارفة مثلا يعني نحاول نبعد الموضوع عن الزواج لان الناس مش عارفة ليه بيجو في موضوع الزواج ده يمدحوا بزيادة لا احنا مفروض نحاول برضو احنا كمان نكون اسكياء ونسأل افراد مختلفة مش فرض واحد ناخد على كلامه ونجيب ناس مش لازم قابل عريس بس اللي قابل عروسة بس اللي يروح يسأل ممكن حد تاني ممكن نجيب مسلا شخص يبان انه كأنه صديق لي بحيث ان احنا نعمل تمويه بما انكم اثرتوا النقطة دي وقلتوا لي لأ بيقولوا كلهم متح طيب بس هي لما سألت ده بقى المتحك لما سألت كلهم قالوا لها ايه قالوا لها ده بخيل جدا 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 هيا تعمل ايه دي المفاجأة قالت ايه اكيد مش هيبخيل على مراته انا معرفش على اي اساس استنتجة الاستنتاج ده يعني هي سبحان الله اخدت بالاسباب وسألت وكله انا نصحة وقال لها قال لها لأ بلاش بخيل مش عارفة ايه 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 لأ تزوجت قلت لك لأ اكيد على مراته مش هيبخل طبعا كانت الطامة الكبرى كان ابخل على مراته فما نستغطرش بالنقطة دي انه هو من قبل الدخول على البيت والمقابلة وكده بعض الاسئلة البسيطة الزكية وفي ناس اسكى بقى كمان لو ورضو يعني التكنولوجيا دخلت في كل حاجة في ناس بتروح تشوف الحسابات بتاعته بيشوفوا صفحات بيشوفوا مثلا بيعمل بيعمل لايك لأي كذا يعني مثلا بنت ايكلي انا كان بتقديم لي واحد وكذا ولقيته مثلا عفوا بيعمل لايك لراقصات وكذا طبع انتي مستنية ايه يعني ده مش بيتفرج بيشوفوا ساكت ده بيعمل لايك يعني بيدعم هزا الفن فهي انتي متخيلة ايه يعني انتي مثلا منتظرة ايه بعد الزواج فانتي شفتي بعينك يعني شفتي بعينك محدش قلك فطبيعي ان انتي خلاص تفهمي ان ده راجل شايف ان ده تمام ده عادي هل ده ينفع تيجي بعد كده كزوجة لومي تقولي له انت بتتفرج على كذا ولا بتتفرج على كذا طبيعي لا هيقول لك ما انتي عرفاني من زمان ما انا طول عمري انا مش فارق معايا انا كزا وفي رجالة على فكرة بتتكلم عادي يعني كل النساء فاكرين ان هي ايه لما تقولي كوزة حاجة زي كده هيستحي بقى ابو حينهار لا مش شرط في رجالة عادي بيشوف ان هو عنده الف مبرر فتخيالي الرجل عنده النوع ده من الاستهتار ده هيبقى مسلا زوج مسؤول وها كزا فالبحث والتطقيق زي ما بيقولوا والاستشارة ان احنا نسأل ناس وكزا وطبعا طبعا الاستخارة يعني ضروري جدا جدا ان احنا نستخير قبل اما نشوف العريس سبحان الله بتبقى مش هقولك بس فكرة العلامات وكده وعلى فكرة انا جات لي زي حالة هي كانت طبعا استخارت وكده وتزوجت وسبحان الله الزواج ما كانش موفق بس نتج عنه طفل تمام وما حصلش نصيب قلت لها طب ما هو ربنا اعلم بيك يعني هو ربنا اعلم انه ممكن يكون دي الحالة الوحيدة اللي كنتي من خلالها تنجيبي وكان كمان وده اختبارك ويمكن بعد كده ان شاء الله بسبب التجربة دي تعرفي تختاري الاختيار اللي بعد كده افضل او يا ستي يكون ربنا كتب عليك انك ما تبقيش وحيدة وكان معاك طفل دلوقتي فمش معنى الاستخارة ان احنا مثلا لو لا قدر الله تزوجنا باستخارة وكان في عوائق او كانت الزواج غير جيد انه ده معناها انه في حاجة غلط او كده لا هو ده بيبقى احسن حاجة لنا احنا في الدنيا كاختبار او كتهزيب لينا في دنيانا عشان الخطوة اللي بعد كده الله اعلم الخطوة اللي ايه اللي بعد كده احيانا بيكون ده كان افضل شيء كان زنب اكبر بكتير لو كان الانسان مسلا ممرش بالتجربة دي وانا اعرف نماذج كتير سبحان الله بسبب التجربة الزواج اللي هو اللي ما كانش جيد الزواج اللي بعده اصبح جيد جدا واصبح افضل لان هم ادركوا مميزات والاشياء الجيدة في الشخص ما كانوا عمرهم ما هياخدوا بالهم منها يعني لو كان الشخص التاني جوزوا بيه قبل الاولاني ما كانش الزواج هيبقى جيد دي بتبقى تدبير وبتبقى سبحان الله قدر احنا قاعد علينا ناخد بالاسباب زي ما قلت احنا بنسأل وبنخلي بالنا من الحاجات زي الفوارق اللي احنا عدنا نقولها دي واخيرا بنستخير طيب خلاص جه الشاب او جال عريس عالبيت وابتدينا روتين الشوفة السؤال اللولبي هنلبس ايه هنعمل ايه هنتكلم ازاي خصوصا اول لقاء هنعتبر ان انتي ما كنتش تعرفي لا كان زميل ولا كان اه محد مسلا في العمل او اي حاجة وجيه عن طريق وسيط او هكذا طيب رقم واحد انا دايما اقول لبنات خلي الموضوع بسيط جدا 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 اه اول لقاء مابينبنيش عليه غير القبول الشكلي وان احنا نستوعب بعض نشوف بعض اوكي ده رقم واحد نستوعب اللي هو زي الشخص اللي جاي جاي منين يعني بنتعرف كده وبنجمع أساسيات واتركي المجال للرجل هو اللي جاي وجاي بتقدم فسيبيه يتكلم في بنات بتبقى مصرة ان انا ادي هلسطة اسئلة اول مرة وده مش صح اول مرة احنا بنشوف القبول الشكلي وزي ما قلت للبنات البودكاست الفات ونعيد المعلومة تاني عشان هي مهمة جدا القبول الشكلي عند المرأة مختلفة عند الرجل الرجل ضروري ان هو يبقى قابل المرأة شكليا لازم لانه هيطلب عنه بعد كده غض بصر وليلة فلو انت من البداية مش مرتضيها لأ مش صح في ظلم لك وليها لكن من البداية لو في قبول وود وكذا عند الرجل بالذات لازم القبول الشكلي ولكن يعني الانثة بقول لها انت اصلا يعني المرأة سبحان الله محركها يمكن يكون العاطفة ويمكن يكون السمع ويمكن يكون الاشياء اللي سوف تقدم لها فكتير من الستات بيبقى يعني الرجل مش جميل يعني بالمقاييس لكن ودود ولسن ومعسول ولطيف وخدوم وكل المميزات التانية معطاء يا ستي يعني الستي بس تدوها شوية هدايا وشوية تبقى زال فل ومعطاء فهي تبقى شايفاء اجمل رجال الكون ما هذا ما هذا الجمال فنكون وقعيين ادي له القبول الشكلي اه موجود ولكن ادي فرصة تشوفي بالذات لو انت احترتي في مميزاته يعني كتير بنا تقولي لأ ميزاته رائعة كذا وكذا 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 وتقعد تشرحلي اقول لها طيب بتقولي الشكل بسنا مسلا مش متقبلة الشكل حاجة معاينة في الشكل واحد دين تلاتة اقول لها طب شو فيه تاني ايه دي نفسك فرصة شوفي هل الكبول الشكلي الانسان كل مرة يا اما بيحس انه متقبل الشخص اكتر وبدأ يحصل كبول شكلا اكتر وحتى الملامح اللي انت كنت شايفها مش لطيفة تكتيش فيه لانها لطيفة جدا مفاش مشكلة يا بيحس ان المرة اللي بعدها لأ هو بيانفور اكتر يعني هي درجة يا بتعيلة يا بتقل تمام زي ما قلنا الانبهار السريع مش احسن حاجة ليه لان بعد كده الى لما العيوب بتظهر فانا عندي ان احنا ننبهر بالراحة ونستوعب بعض يعني شوية بشوية احسن كتير من الانبهار السريع والصدمات بعد الزواج ودي المأساة اللي معروفة عن العلاقات العجيبة اللي هما بيعودوا مثلا يقولك احنا كنا بنحب بعض في الجامعة ومش عارفة ايه ونعرف بعض بنكلم بعض السابع السنين ارقام بقى كده ايه خزعبالية وبعد الجواز طلقنا بسنتين يعني هما يعرفوا بعض اكتر المدة اللي تزوجوا فيها طب ازاي لان هما كانوا بيعرفوا الصورة مش حقيقية الصورة مصطنعة انسان جاي كل يوم واخد شاور وجاي رايق وحطت بقى على شعر الكريم وجاي فرفش قاعد مع البنوتة الجميلة بيتكلم وخلاص لا في لأ لا مسئولية ولا اولاد ولا مشاكل ولا احتياجات ولا شغل وراء ولا البيت محتاج كل ده مكانش موجود وانصح حطينا عناصر المسئولية والالتزام والطلبات وكذا وكذا هنا بقى المعادلة بتبدأ يحصل لها خلل بالنسبة للشخص اللي خد ايه خد المتعة فقط تمام حتى لما كانش حصل حاجة انا فاهم بتقوليني لما كانش في حاجة وكده بس برضو كانت الصورة حليمة بزيادة تمام لكن العلاقة التانية لما تكون من البداية هي علاقة تدروجية فيها فيها جمع بين العقل والقلب يعني احنا من الاول بنقيس الانسان على المستوى المادي والاجتماعي والعلمي وكده وكمان القبول الشكلي والاخلاقيات ويدلي وكمان الروح والمشاعر اللي بتتكون بالوقت على فكرة في ناس كتير جدا اتجوزوا وصلوا ناط زي ما بيقولوا او بطريقة الشوفة او وسعدة جدا جدا وحبوا بعض مش شرط يكونوا حبوا بعض في اول لحظة وفي ناس لحد الزفاف مفيش مشاعر حب بس فقتنا عقلي وبعد الزواج بسرة والدنين بيحبوا بعض جدا جدا ليه؟ لان اسس الحب كلها موجودة اسس اللي احنا نبني عليها علاقة تكون فيها مشاعر حب ومواده ورحمة زي ما قلنا ان المواده الرحمة ارجعوا البودكاست خطير حقيقي من احلى البودكاست اللي عملناها مشاعر المواده والرحمة الاساس موجودة فديت علاقة متزنة طبيعية تخلي الانسان افضل من الحياة في الحياة لكن مشاعر الحب المفرطة اللي تخلي الانسان عنده نوع من انواع التعلق الرهيب القلق الخوف الغيرة المفرطة التوتر نوع من انواع الضغط العصبي فعلا في ناس من كتر الحب بيش عارفين يعيشوا اللي هو اه مثلا مشاعر معينة هو دلوقتي في الشوكل هو بيشوفها ايه تعطي بسها تريفون يعني هي من حبها في جوزها جنينت و جنينت نفسها فانا بحس ان ده حب مؤذي حب مؤذي حرفيا لا انا عندي حبيبتي يحبيه شوية خفيفة ولا تعني حبيه اوي كده وطلع عن نفسك وساعدك تروح عشانه يعني مش عايزين نقول ان هي يعني نرجسية شوية بس مش غلط الانسان يعني يحط لنفسه اولوية ان الانسان يحب ذاته ان هو في الاخر حيوم الايام الوحده اساسي ان احنا هنحاسب على نفسنا فانا لما حب شخص دركت انه ضرين ده مش صح فالحب لازم يكون بالتزان كمان فنرجع لنفس النقطة لما ييجي وانتي تيوفيه ويبدأ القبول يزيد الشكل لنستوعبه يبدأ هو يتكلم مش هقولك الاسئلة اللي هي بتاعت الاتش ار الاسئلة الكلاسيكية قوي شايف نفسك فين بعد خمس سنين ايه شغلك ايه مش عارفها ايه هوات الحاجات دي دي اسئلة مش بتبين حاجة كله حافظها هم راجعها قبل ما هي يعني هو حافظ بقوي سلام بلا وكان شايف عرائز قبلك مش دي الاسئلة اللي هتبقى يعني ايه توريك شخصيته بجد انا هقولك بقى اسئلة تانية شوية يعني او اسئلة او حناصر تلاحظيها اهم طبعا من اهم الحاجات وانا بقولها دايما للبنات انك تركزي في التفاصيل يعني شوفي اللي يرضيكي يعني ايه شوف اللي يرضيكي يعني انا هقولتها قبل كده في كزا حلقه وبعدها لازم مرأة ترحز اساسيات هي مسلا عندها النظافة عادي النظافة الشخصية مش عاوبة ان احنا نركز فيها مش عاوبة ان احنا حتى لو عندنا عليها مآخز يعني في حلقة بتجيلي بس تقولي ايه يا رضوة انا كزا متضايقة ان هو اسنانه ومش اسنانه عادي بقول لها انت ممكن بشكل لطيف لو هو الجوازة وقفة على الاسنان كده ذكرت اسنان هي ايه اعملوا معنا تعقدات لو وقفة على الاسنان عادي انت ممكن تروح تقولي مسلا لاخوكي او لحد لو انت مش عايز تقولي له انت بنفسك حد يوصل له مسلا انه لأ هي مهمة عندها مسلا اهتمام بالاسنان او حبامة مش مش غلط لان زي وقت لكتول ما الراجل لسه عايز يتزوجك لأ بيجي على نفسه سنة سنة كده يعني مش سنة يعني اللي هو هتغيره مية في المية بس فيه رجالة يعني لما بيتلفت نظرة ولو زعل يعني لو زعل قوي بالكلمة مش عارفة ايه ايه خلاص هو من القصة مش هيبه مناسب يعني انا مش بحس ان فيها مشكلة طبعا الطريقة تتقلل الزاوج كده ما فيهاش مشكلة بس انا بتكلم انه يعني في حاجات معينة من البداية يعني كسير من الزوجات للأسف يعني عفوا نحن نص نص الكورس بتاع العلاقة الحميمة بيتكلم في حاجات معينة بتاع الكورس اللي كان فات وطبعا فيه مجموعة جاية هاتسب لكم الروابط في اول تعليق وسندوق الوصف تخيلوا اغلب الاسئلة عن ايه عن حاجات ليه علاقة بالنظافة الشخصية طب يعني انت لما انت تجاوزتين مثلا ايه ما شفتهوش يعني ما دي حاجة بتتلاحظ من البداية يعني فكرة الملاحظة حاجات زي كده ده مش تطقيق او مش تفاهة ان انا مثلا واحدة باهتم بحاجات معينة عادي اوكي بس ما قلت كيش ان هو بس في حاجات معينة يعني انا مثلا لو تسأليني جيم ولا نظافة شخصية يعني لا نظافة شخصية يعني ممكن يكون انسان مش ارفع حاجة مش مهتم نفسه اوي مثلا من ناحية الرياضة بس مثلا مهتما بالنظافة شخصية كجواز انا اضافة شخصية جدا مهمة طبعا عنصر تاني التدقيق في الحاجات دي التدقيق في التعاملات مع الاشخاص اللي غيرك سيبك من المعاملة معاك ما طبيعي يعمل عرصته حلو طبيعي يتكلم معك طريقة رطيفة طبيعي يتسم في وشها شوفيه لما يدور وشه يعني لما يبدأ يبص لأي شخصية تانية ممطو لو مسلا انتو في مكان او لو عندك مسلا خادمة او شي دخلت حاجة او كده بيتعامل مع الناس البسيطة ازاي بيتعامل مع الاشخاص الاقل منه سنا ازاي بيتعامل مع الاشخاص الاكبر منه سنا ازاي بيتعامل مع الناس الحوالي ازاي دي بتبين الشخصية وسعاد سبحان الله يعني انا سمعت كده قصة جميلة ان كان في والد بيحكي هو بيحكي ان هو بدأ يجاوز بنته فبيقول انا بدأت تختلق مواقف مع يعني هو مع عريس بنته عشان يعصابه ويشوفه لما يتعصب هيعمل ايه فحتى فيه في الثقافة التركية انه عندهم كده انه هو لازم العريس يشرب قهوة كلها ملح عشان ايه يشوفه هيقلب وشه وكده ما هو عارف انه هو يشرب القهوة بملح ان المفكر الفكرة في المفاجأة يعني فكرة انه هو يتفاجئ فطبيعي انه الانسان للأسف بيظهر معدنه في حاجات معينة الغضب وتعمل في الفلوس هنا يظهر الانسان الحقيقي سبحان الله امال لي ايات في من ضمن ايات المنافق ايه ايه ده خاصمة فجر يعني فيه ناس كده وانت تكون انت حلو معاهم هم كويسين اوي تعال اتخنق معاه تعال يبقى في منكو خلاف تلاقيه بقى طلع اسرارك وتكلم عليك في ظهرك وعابك طب انا كنت كويس اول انبارح لا غير فطبعا اختلاق بعض الحاجات الخفيفة كده عشان نبين الشخص او نشوف بيتعامل ازاي مع الاشخاص اللي هو مش واخد بالو انه هم عليهم الاضاءة او هم الطرف اللي مركز اكتر هو ده الاسكا النقطة اللي بعدها اه از لازم تعرفي بيعمل ايه في وقت فراغه انا مفرش معاه الوقت الاساسي لما واحدة تقولي بقولها ايه اول سؤال باسألها بقولها ايه هو ما تقولي ليش هو بيشتغل وبي ها بيعمل ايه في وقت فراغه لا معلش انا اسفة حطي الف علامة تعجب وعلامة استفهام لو الرجل بيقولك انا تعمل ايه في وقت فراغه لا انا قاعد يعني ايوة انت في الايام العادية بتعمل ايه بعد ما بتخلص شغل ايه بقعد مع نفسي مع نفسه دي لا ايه انا بقولك اهو لا يعني فكرة ان الانسان ما يكونش عنده شيء بيشغل وقته بيه ما عندوش اي حاجة ما عندوش اي حاجات بيعملها غيرش العمل اه مش اقصد لا ممكن يكون انسان كل وقته في عمله ده كويس انا اقصد الفراغ الفراغ يعني امرأة العزيز ما جابتش الستات وجابت لكل واحدة سكينة وقعدت في تفكر ويدخل عليهم من هنا والكلام ده كله غير عشان الفراغ فراغ مع مقدرة فالفراغ شيء مخيف جدا فالفكرة ان كلاس انت عرفي هو بيعمل ايه في وقت فراغه وتجي باله كده ايه في الويك انده بتعمل ايه وقت فراغ بتعمل ايه وطبعا السؤال اللي بعد واقع هو شبههم مين اصحابك قل لي مين اصحابك عرفت انت مين مين اصدقائك مين اقرب ناس ليك الاصدقاء وبيعملوا ايه بيشتغلوا ايه بتعملوا ايه مع بعضك اصدقاء في رقي كبير قاوي بين انسان يقول لك والله احنا مثلا بطلع مع بعض سفاري ومش عارفة ايه وبنركب خيل وبنروح وبنستكشف او بنرعب رياض بنعب كرة لا يقول لك لا احنا بنقعد مع بعض او بنقعد نتسامر ونتحك يعني حيتكلموا في ايه مثلا قصص الصحابة يعني ناس قاعدة في الكافي بيتكلموا مش عارفة ايه 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 وبيارجلوا يا ستي ماشي قاعدة مزاج بس ده هي دي القاعدة كل مرة يعني هو ده الترند بتاعه ويقبق ستات تقول لي يا ردوة بعد اما تجاوزت كل يوم بينزل ويريح يقعد مع اصحابه يعني هو فجأة قاعد معهم هو بتجاوزك بهم اصلا يعني انا مش ماليش دعوة ده اختيارك الشخصي انت حرة عايز تتجاوزي واحد كده اوكي انا مش كل واحد كده هقول ان هو سيء او في شيء ممكن يكون انسان كويس جدا انا ماليش دعوة انا مش هحاسب الناس ولكن انا بقولك ان هو بيديكي شكل حياته تابع عامل ازاي الراجل مش بتحول مش عارفة مين اللي اقنع النساء ان الراجل لما يجاوز يومه بقى هيبقى يوم تاني لا مش شرط هو اصلا مش عايز كده وده الطبيعي احنا مش لازم حياتنا تختلف تماما بعد الزواج انا بشكل اه في مسئوليات هتزيد فيها عليها شوية اعباء بس انا حياتي العادية بنشاطاتي العادية باهتمامتي العادية المفروض يفضل منها ولو خمسين في المية دي نسبة العادلة يعني انت لو بتروح الجيم مسلا جاستي اربع مرات في الاسبوع بعد الجواز روحي مرتين لكن متردعبش رياضة خلص ده شيء مخيف على فكرة وهيكئب جوزك وهيكئبك اكتر مما تتخيلي يعني هو لو يعرف لو يعلم الرجل لو خلى مراته تبطل الجيم ماذا ينتظره من النكد لو دهب نفسه فيعني ايه من الاخر انت ما ينفعش للبشر اللي بمشي هيختلفه كتير بعد الزواج المفهوم اللي هو لا ده بعد الجواز بيتغيره ده بعد الجواز كله بيقعد في البيت قول امهات بقى ما شاء الله بيقعد في اللقطة دي بالذات واتكلم معها الجواز كويس يعني هي تبقى في الحالة اللي فاتت هي سبب من اسباب التأخر زي ما قلتلكم تلاقيها سبحان الله بعد الجواز ساعة بقى لما يبقى الولد ده تقولي لا 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 ده بيتغير بعد الجواز ده الرجالة كلها كده ابوك وتقعد بقى تقلف قصص يعني يا ستي ما تتحكيش على البنت حرام حرام عليكي يعني ايه تجلي في الاستشارة بقعد والله يا ربنا معلش معلش سامح امك معلش حبيت عالبي يعني ايه بيتبقى مأساة يعني القرارات المصيرية بالذات ممكن ننصح من بعيد زي ما قلوا نلفط من النظر بصي خلي بالك يا بنتي الولد ده مامته شوية شخصيتها قوية يا هتعرفي ازاي تتعاملي معاها وتكسبيها يا حطي مسلا فكري شوية انا كامة مسلا وخدت بالي مسلا انه مامته مش سهلة ما تنبيهي بنتك هتعود بعدك يا تبعتي يا ردوحة ماتي متلاعي طب ما هي مين يفهم على الستة غير الستة اللي في سنة يعني مفروض الام لو موجودة وكذا تاخد بالها والله لأ انت حاماتك ستة كده بس هي مش ستة سهلة وقالت كذا وقالت على الطاولة انها مكادش نظيفة المهمة الامات بيبانوا وان شاء الله عليهم كل حاجة ببانوا من اول تلاتة اربع اعداد فالمهم ضروري جدا ان احنا ما ناخدش بالمظهر الخارجي بس طبعا نيجي في النقطة الحساسة اللي كله بيسأل فيها يا ردوحة الشوفاء في الشوفاء لازم يجيب هدايا طب شكل الهدايا طب تفرق بصوا يا جماعة موضوع ده نسبي يعني هي بلاد وبلاد يعني انا ما يفعش اقول لكل الناس لو هما ما دخلش بالشوكلة اللي مش عارفة الملجيكي ولا السويسري يبقى لا يبقى هو كيتاب خير لا طبعا الموضوع النسبي انا بقسها ازاي في عندنا عنصرين العنصر الاولاني يعني فترة الخطوبة فترة التعارف ممكن اول مرة طبعا يجيب شيء ممكن كل مرة مثلا اه حاجة حلوة يعني اصلا ده في الاتيكات يعني احنا حتى كنساء لو انا رايح ازور صديقتي بحب مسلا اجيب شيء معايا بس لو هي مسلا زي بقوله ان تمتي او كزا لا عايز انا عايز اعود معايا تفرق تمام لكن فيه كصص كان فيه كصصة كده واحدة كتباها على جروب اللي جاء بتقول خطيبي كل يوم بيجي بعد الشغل وبعدين هو في الشغل يتصل يقول انتو تبخين ايه النهاردة فكله عمال يقول لها ادعم المشروع ده بيخطب عشان يعني ياكل فالموضوع كان مبالغ فيه انا والراجل كل مره يجي وياكل وما بيجيبش حاجة فكان موضوع مخيف صراحة فكانوا كله عمالين يمزحوا على الموضوع ده فالمهم لا انا شايفة انه الهدايا سبحان الله جميلة تهادوا تحبوا بس مش حنقيم الناس من هداياها يعني مش شرط ان لو الهدية بسيطة او مثلا كيك بسيط او شكلت بسيطة او حاجة بسيطة مش معناها ان الانسان مثلا بخيل مش شرط ممكن يكون ما عندوش خبرة في اختيار الهدايا ممكن يكون هو ده الشيء اللي جانبه وهو جامي الشغل ممكن يكون مرة جاب مرة ما جابش امتى بقى تقلاقي ده عايب عليكي مش هسيبك هقولك امتى تقلاقي تقلاقي لما تلاقي ان هو ما بيجيبش حاجة وما بيخدش خطوات في الترتيب بتاع الزواج يعني في رجالة بتبقى صراحة حريصة مش حريصة يعني هو بخيل يعني هو مقدر لغة الواقع هو عايز يتجوز واه جاب هدية مرة ومش عارف ايه بس هو مسلا عارف انه عند التلتزمات وكزا فهو مش قادر يجيب هدايا وفي نفس الوقت عايز مسلا يخلص بيت معين بيبنيه او حاجة تمام فهو مسلا عمال يعني يشتري حاجات للبيت بس شوية الهدية يعني فلتت منه مش معناها حاجة ممكن يكون فعلا هو الولد حريص انه يتمم الزواج فهو شايف انه الاولى انه اخد خطوات في الزواج ساعتها مش بنحكم عليه انه بخيل ولكن ممكن نلفت نظره يعني ايه بطرية لطيفة مسلا كزا مش انا مبارح عديت على محل ورد كان منزل ورد جميل قوي يعني مش غلط لو خلاص احنا خلاص مسلا بزات البنات اللي هم في الخليج عندهم الملكة او حتى كتب كتاب في بعض الدول اللي هو خلاص هو عقد يعني بقى بقيته مكتوب كتابكم قولي له لازم تقولي يعني مش تقولي كده بطرية لطيفة مش مبارح انا مسلا ماشي في المول شوفت فستان لون وروعة انت بتحب الازرق ولا الاخضر لازم تدخله في الموضوع عشان يروح يجيب الفستان ما احنا دي بقى زكاء المرأة وما الفين بقى كيد النساء وكيد الجمال النساء هو ده بقى هنا بنستخدمه فمش غلط انه انت بشكل شخصي تلفتي نظره انك بتحب حاجات معينة تعود توضحي تقولي ايه لا انا مش بقى انا بحبها اكتر من كسا بتحبي ايه هو مش عارف انت بتحبي ايه انه مش عارف يجيب لك ايه اصلا وبعدين انت بقى ما شاء الله في بقى بنات يعني ما بتتوساش يبقى اول مرة جاب حاجة تقوم مسكة بقى المش عارفة تبص بقى للهدية كده وتعمل وشها فهو الولد يستحي يقولك لا انا شكل زوجي في الهداء ما بيعجبهاش يقولك يلا بنقص ما يجيبش داني يعني حتى فكرة ازاي تستقبل الهدية وكده ده زكاء عشان تعوديه على انه يجيب فيعني مضروري ان انت كأنثة تحكمي حكم عادل يعني ما تخديش الشيء لقطة واحدة وتقومي حكمة لا ادي نفسك وقت تفكري في كل المعطيات في الظروف بيخلص شغل الساعة كام بيجي كم مرة طبعا مهم جدا من ضمن الحاجات الاساسية اللي انت تركزي عليها في العريس سواء المرة الاولى التانية كتبناك كتاب ما كتبناش الكتاب في المسئولية لو سألتوني يا بنات ايه اكتر نقطة بصراحة يعني والله بقول لي الست وما بسألها كده بقول له هو جزج بيصرفي على بيته وشعرفي تقول لي اه بقول له طيب ايه اخبار ولاده مهتم بيسأل علي اه طيب هو مثلا يعني ارتباطه بيك الجسدي لان ده على فكرة في جزء من المسئولية انه هو يعني حاسس ان امراته تخصه وامراته فرقة مع نفسيتها ونفسيته يعني من الاخر هو بيسمون او اللي هو الولد الراجل المرتبط بأسرته فبقول له هو فعلا كزا تقول لي اه والله ده دي مثلا بقى تمثل دلوقتي خمسين ستين في المية من جودة الرجل اسوأ صفة حاليا في عصرنا قال لي جدا وجودها وتأثرت جدا وانا قلت الاسباب المرة اللي فاتت في الحلقة السابقة هي للأسف المسئولية كثير من الرجال اه اتحمل المسئولية عندهم بقى صعب واحيانا مش موجود ليه عشان الفكر النسوي والخطة بغاية النسوي الخطة النساء تعني وتعمل وكزا فهو قال لك يلا بنواقص برضو انه خلاص انا مش لازم اتعب حالي فلما بيكون الرجل مسئول وبيتحمل المسئولية وبيزأل على مراته ومهتم بيها وكده بصراحة ده من افضل الاشياء مش معناه انه يكون بشكل مفرط ومرضي قلبة بقى على شكة قلبة على غير مفرطة قلبة على تحكم مريض لا ده مخيف صراحة زي ما قلت لكم اي شيء قوي قوي ده مخيف ولكن الشكل المعقول يعني يعني الشكل المعقول اللي فيه اهتمام بيك كأنثة او بيكي ان انت تحسي فعلا زي الكلمة اللي بتقول انت تخصي يعني ما ده يقولوها كده بكوميكس انت تخصيني يا بيت حتى كده في الحاجات الشعبي يعني فعلا يعني المفروض ان الأنثة تخص زوجها وكانت تخص أبوها وده شيء ما يقلنش يعني كون انت مدللة يعني هي المرأة بس لو تفهم فكرة ان ده من الدلال ومن الرقي ومن متحميتها مع تدللها لكن احنا هيا الخطبات ما حططهاش كده انت متسيطر عليك يعني انت متسيطر عليك ولما بيجيبوا انثة شبه عارية يبيعوا بيها سيارة هو كده مش متسيطر عليها يعني يعني انا بحس دي قومة الاهانة لكن المرأة لما بيبقى فيها حد بيحاول دايما يحميها بيحاول يساعدها بيحاول يأمن لها اساسياتها فعلا فعلا بيقولك يعني اكتر التلتة تلتة حاجات اولها بي معناها ان الرجل بيحبك بيعترف بيك يعني فخور انك زوجته او فخور ان انت خطبته وكزا بيحميك يعني هيعطيكي هيعطيكي اشياء يعني بيوفرلك حاجات دي لو موجودة كده فزتي ورب الكعبة يعني اوكي في حاجات تانية انا حاول نشوف اعصب شوية عالجي بسرعة عالجي كل ده حاجات دي مهمة والله هي مهمة ما قلت الكيش انك تتضغطي على حاجات مصايب يعني المصايب بقى نجيها دلوقتي يعني احنا دلوقتي خلاص نتخيل انه شفنا وارتحنا وبدأنا نسأله اسئلة كانت اجاباته لطيفة وبدأنا نتعامل هنا تأتي بقى ايه الانذارات او زي بقوله الجرس الخطر اشياء غير مقبولة في هذه الفترة ايه بقى الاشياء غير مقبولة في فترة التعارف او بداية قبل ما تتزود ويه بتبقى لا ممكن نقف عندها خطوة او كده طبعا كلام يدل ان الراجل اتعرض لحاجات قاسية قوي يعني يعني مثلا امراض قوية بالذات الامراض النفسية تمام وادوية انا قلتها كذا مرة وحزرته دا مواجبي انا واحدة بتجيلي استشارات علاقات زوجية وعلاقات حميمة وكذا وكذا والجزء دا ما درسه معروف بعض الادوية للأسف بتأثر على الموضوع دا نورتيكيش انت هتاخد قرار ان انت متكمليش بس نطمن نطمن لو فيه ادوية اتخذت في بعض المضادات الاكتئاب والحاجات دي للأسف بتأثر على الرغبة الجنسية عند الرجال فمش غلط ان احنا بس نحطاط عن النقطة دي وانا جات لي كذا حالة عانوا بعد الزواج تمام النقطة اللي بعدها اللي لازم تخلي بالك منها انه يكون بيكلم بشكل سيء جدا عن اهله وبطريقة قاسية جدا وفيها كره وفيها حقد او نفس الكلام دا عن طرف معين طرف اللي هو الكره اللي كده مشكلة ان انت ممكن يكون صعب عليك يترميمي يعني مش كلنا دا كترة نفسيين يعني يعني انت ممكن بتعرفش تتعاملي مع الشخصية دي ممكن غيرك تعرف يعني عندها باكجراوند مثلا علمية وشانت تعرف تتعامل معي لكن انت مش ممكن تكوني مش مؤهلة لهذا كم من العقد والمصايب النفسية النقطة التالتة وهو الغلط الغلط في فترة الخطوبة زي ايه زي سب سب يعني يشتم يشتمك يشتم اهلك لا 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 ما تتعداش ما تتعداش ليه لاني لو رحنا باسم الله بداية لسه مفيش مش عارفة ايه وغلطنا غلط وشتمنا وعملنا وانا جات لي حالة برضو في الفترة دي ويعني شتم لواردها ومش عارفة وايه 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 اه وكان الموقف وحتى بقولها يعني بغض النظر يعني بس فيها حاجة لو تكسرت حتى رح بنا نرممها طب هنعيش ازاي يعني وبعدين بيحاولوا بقى ايه بعدوا بعض عن بعض قوي فترة ماشي بتشتغل فترة وبعدين بالله عليكم ما تزودوا ابدا مشاكل بينكم يعني شيء كرهة شيء كده ياريت يعني نتجنب المواقف اللي توصلنا ان احنا نغلط في بعض بجد والله يعني سبحان الله انا دايما بقولي جماعة عند الغضب امشوا 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 من الغرفة امشوا من المكان اه قولي لو ما عليش انا اسفة هقفل معاك التليفون ما عليش انا اسفة انا لازم اسيب الغرفة ما عليش انا كده يعني انتي ما تستنيش الانسان يغلط تمام ما تستنيش الموضوع يكبر لقى في ناس بتتعامل اهديني واقفة هو وريني بقى هتقول ايه اه ما انت شكلك عايز تقول حاجة ليه يلا اشتم فلا بليز بتعملوش كده لاني في حاجات لما بتحصل مش بنعرف نرممها مش بنعرف نرممها تمام اه طبعا بقى في حاجات بقى اكستريم بقى مدي ليد بكلام كده بقى ببص ده ده دحك بقى انا في استشارات قصنا ما بلاش اخدها ما بقبلش لو احنا دخلنا في ضرب وكده اه سوري ام سوري احنا بعد قوي يعني اصلح ايه فيعني احنا لازم نكون الموضوع بالذات مع الخطيب لالحدود موجودة ده تدخل الرهيب في علاقتك باهلك ويعني مسلا ايه كزا يعني فيه مسلا بعض الخطاب بيشترت انت لسه ما جاوستيوش انه هو ايه لا انت خرجتي معاهلك رحته فيه يعني ليه رحته عند عمكه طول ما المرأة اه انا مسلا مرتضي اخلاقها خلاص وفيه اتخطط صح هي فين بقى في عزمة الاب فين في بيت الاب والله لو انا كخطيب شايف ان الست سلوكها غلط في اشياء ممكن اقول بطريقة لطيفة والله مسلا اه بصي انا بقلق عليك بلاش تتأخري طبي بيقولي لي طب لو حد ما جالكيش قولي حقه يعني اوكي من الباب الايه من باب الود من باب الخوف لكن بقى ايه هو ازاي بابا كي سايبك لحد مشكلة كبيرة جدا في البداية فانا شايف ان المواضيع دي بتبقى واضحة تمام اه التعديل في الملابس يعني مسلا في كتير بنات تجي تقولي ايه ارد وهو طلب مني اني البس مثلا خمار البس عبايا البس نقابا انا بالعكس انا مش ضد خالص الانسان يرتقي دينيا تمام بس يعني انت كنت شايف هكده يعني العمل اه سيبي شغلك طب انت جايلي وانا بشتغل اوكي ممكن بعد يعني انا انا بحس الموضوع يبقى بالتفاهم وفي ثقة يعني انا بعد العمل لو انا ولادي محتاجيني طبيعي ان انا قعد وانت بفروض انت خلص بالذات في اول سنين وكده كلنا نكونوا الواضحين يعني في كم سنة كم شهر وكم سنة في حيات الطفل الام بتتنازل يا ايه ما بقى بتشتغل اونلاين وفيه ستات زكية جدا والله وشكل بقى بتاع زمان اللي هو الدرامي بقى بتاع انا قعدم علي وضمي ومستقبلي راح ده انتهى عشان بس تبقى في الصورة كله بقى بشغل دماغه اللي بتدرس في الوقت ده اللي مسلا بتبقى بتشتغل تلات ساعات اونلاين وخلاص اللي بس جاءوا بقى بتاع زمان انا خلاص حياتي اتضمرت بسبب اطفالي وتمشي تسرخ في البيت لأ فيه ستات عرفوا مش هقولك انه وصلوا السحاب بس بيحاولوا في الفترة دي ودي فترة لازم تستوعب ومش سهلة وانا دايما انا ممكن ان شاء الله نعمل يعني بودكاست كامل للفترة دي اللي هي اول تلات سنين جواز بالذات لو في اطفال يا الله يعني تقريبا اه خمسين من مستشارات بجري في تلات سنين دول تمام تقال فيه اطفال صغيرة فيه حياة جديدة فيه معطيات مادية فيه ضغوط اجتماعية فيه الف حاجة فالتلات سنين دول مش سهلين فالمهم ان احنا برضو دي نقطة اساسية لازم تخلي بالك منها اه طبعا اه العلاقة السامة اللي وصلة لاخناءات بينك وبينها اه بص يا بنت الحلال يعني اللي هي اه ام الزوج انا انا لو تسألوني انا في كل مرأة بعيز ولا حاجة واحدة بس انت سوف تكوني حما قبل ان تكوني لماذا حماتي هكذا انت سوف تكوني هكذا فيعني انت لازم تلتمسي لحماتك الف عزر في اي حاجة تقولها لو انت مش قادرة ومن البداية في الخطوبة ردوا اعمل ايه فختيبي ابن امه ما هو ابن امه فعلا يعني انا الكلمة دي في حقيقة بتستفزني ما هي هو ابن امه وانت هيبقى عندك ابن هيبقى ابن امه فانت ليه بتقليلي منها وليه بتقليلي من الحقيقة ست تعبانة على دولادها وتعبانة على ابنها وكبرته وخليته راجل يجي تجاوزك يعني زي ما بقولو ايه احنا لازم نتعامل معها بحاجتين زكاء وعطف وحب عطف لازم تعطفي عليها يا ستي فيه ستات انا اعترف ان فيه ستات بيبقى عندها مشكلة عاطفية مع زوجها ونقص عاطفي بتشبعه من ابنها ده يقين يعني تحس كده ان هي ابت بقى مستنيه ها لوحظوا ماما بقى ونقول لها ايه بتتعامل مع ابنها كده معاملة غريبة شوية هي مستنيه يدللها كأنه جزهة ده حقيقي بيبقى عيني عندها نقص عاطفي يعني ده اعترافهم قولا واحدا وبتبقى اديته كتير قوي برضو عشان كده انا والله مش قصدي بس انا مش معه التضحية المبالغ فيها كأم آآ فبقى مستنيه ابني بقى لما يكبر ببقى دايما حسن التمن مش هيتشاف دلوقتي تمن هيتشاف ساعة لما الولد دايكبر اللي هو بقى ايه انا ضحيت بعمري عشانك فانت بقى مراتك انت ومراتك وولادك تخدموني استثمار فلأ يعني التوازن اوكي احنا كده كده لو انت عايز تدير لودك حاجة وتتعافي عشانهم اتعافي عشانهم عشانهم مش عشان في المستقبل هم هيعملوا وهيمشوا على كلامي لكن لو لأسف بقى انت رزقتي بهذه الحماة من البداية هتعرف يا بنت الحالي تتعاملي بزكاء وخرجي جوزك او خطيبك بمعادلة يعني ايه منك ليها يعني ايه منك ليها يعني انت بمنتهى الزكاء اه تصح بيها تجيب لها هدايا اتعامليها لها ست يعني شو في هي غيرانة منك في ايه ما هي بتغير هي انثة اه بتبقى شبها تدر كده انا وقعية بقولك مش كلهم بس يعني خمسية في المية مسلا يعني من الاستشارات وكده انا جاي لي كده فانت بقى بتتعامل معها بود شوف هي غيرانة من ايه الناحية العلمية يبقى تمجدي فيها ناحية الطبخ وكده يا سلام يا الله العظيم يا خلتو ولا مش عارفة بتقولها ايه بقى يا ماما يا ايه يا طنطي اي حاجة ايه والله اكلاتك تجنن تهبل يعني انت بتزبطي مش عارفة كزا الشيء بقى اللي انتو بتتعاركو عليه نعمحشي ولا ايه انت احلى مني فيه يا ست يسيب لها المكان ده دايما انا بقول لنساء يعني خليكي زكية هي علاقة الام بابنها ممكن تكون اه هي عايزة ايه ولبسا عايزة اكله واكلات مش عارفة ايه بس انت حلقتك معها علاقة حب كأنثة وجسدية هي ده مش جزء ده مش بتاعها خالص فانتي ليه متركزيش على عنصر الوحيد اللي مفيش علاقة بعاك فيه يعني انت الستة الوحيدة الانسان الوحيد اللي هتبقى في علاقة جسدية مع الانسان ده ركزي في العناصر اللي انت كمرأة ذكر مع أنثة وسبيلها هي الاهتمامات اللي هي ايه ايه الاكل بتاعه ايه مش عارفة ايه اه اصلا هو حبيب قلبي ما بيحبش يأكله غير من ايدي اقولها اه طبعا يا طنط طبعا هو فيه في جمال اكلك لا في بنات تقول لي انتي مش بتخيل بتاول تقول ايه ما تقول هي نفسها تحس بنفسها هي مش لاقيها نفسها غير في الموضوع ده فجأة كده واحد عاد تقبر وااكل فيه وعمل فيه وهو جاي على خمسة وعشرين تراتين سنة يمشي وسبني وجات واحدة ايه يقعد يقول لها ايه? اه حبيبتي بيش عارفة كزا. اصلا اشتريت لها. ويبقى ناسي عيد مناد مامتو. ده انت بقى لو نصحة. انت هيتفكري بعيد مناد مامتو وتجيب الها هدية وتتحكي معاها. اه. يعني يعني زي بيقولك ايه اه من اجل عين تكرم الف عين يعني. والعلم الجزء هيشيلها لك قوي. والسدي دي لو عاشت مهما عاشت هتفعيش قد ايه. لو انت بقى يا بنت الحلال. ما فيكيش بقى الكلام ده كله لتوصيات العشرة اللي انا عملا اقول هم لك دول. يبقى لو انت حسيت ان هو قريب من امه. وانت بقى مش قادرة على العلاقة دي وبينة كده في الخطوبة. وان هي دخلة في الجواز. خصوصا لما بتبقى في ناحية مادية بيبقى في سيطرة. دايما انا بقول لبنات تقولي اه اه اصلا هو اهل وارتبطه اهل. بقى لها هه. الناحية المادية. تقولي لأ اصلا هو بشتغل مع والده. انسي. يعني هو شغال مع اهله. واهله اللي هيصرفه عليه في الزواج. ومامته تعبنى في لأ انتي ازا معرفتيش زي ما يقولوا تحبي اهله وتحتويهم ويبقوا عنصر قوة في علاقتك به. الجواز هدي مش هتنجح. مش هتنجح. لان اللي هو اللي هو بيطعم يسد. يعني فيه كده مقولة اللي معاه اللي هو اللي بيدفع هو اللي بيسد. فلو هم ماديا كافلين هذه الزيجة. يبقى تأكدين ان رأيهم سوف يحترم كثيرا. فكوني واقعية. مش تقليلا فيكي. مش تقليلا في العلاقة. مش تقليلا فيه. ده واقع. والواقعية مع عمر ما كان معناها ان هيبقى في مشاكل. احنا بنتدرك المشاكل. انت لسه على البر يا بنت الحلال. وانا جاي لك. بقول لك معطيات في الاختيار ومعطيات في مشاكل. ومحاجات ممكن تكون جرس انزار في هذه الزواج. وطبعا اخر حاجة عشان ننهي بيها. وهي التعليق المبالغ فيه طول الوقت نقضي فيكي. نقضي في شكلك. هو انت تخينة كده. هو انت مش ناوي تخصي. هو انت مش ناوي تلعب الرياضة. هو انت بشرتك كده ولا انت سمرتي. انا 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 انا. كده في رجالة فظيعة. طول الوقت. طب انت بتجوز. فعلا انت بتجوزها ليه? يعني طول الوقت بيطلع فيها فسفيس. بيطلع فيها حاجات. وبيعضي يعلق. يعلق. اللي هو بيبقى حالة من الاتنين. يا اما هو مقتنع الجميلة جدا. فبيقلل ثقاتك في نفسك. ودي نقطة انا شايفها بصراحة. يعني تقلق قوي على المرأة ان يعني هيكون الانسان الوحيد. اللي هو يعني ده الزكر الوحيد. الحلال اللي في حياتها يكون شايفها وحشة. ده ظلم للنفس قاسي قوي بصراحة. كون انه ما بيعرفش يعبر بالكلام. دي نقطة. انا هقولها لكم في فيديوهات ونقولها ان شاء الله في حلقة خاصة في البودكاست انتعامل مع الزوج الصامت يعني. لكن لو هو اوكي انا شايفك حلوة فيه رجلة ما بتتكلمش بس ما يجيب لاهدية علاقة يعني يلمسها العلاقة الجسدية وكذا. ده بيعبر انه بيحب مراته. مش شرط يقولها يا جاملة الجاملات. تمام? لكن تكون زوجك او خطيبك من البداية مستقلك. وطول الوقت بيعلق. وطول الوقت مش عاجبه حاجات فيكي. طب انت انت مش واخد بالك? على فكرة. انا مش ظلما لكي او تقليلا فيكي. انت بتبتدي من اعلى نقطة جمال. الست وهي عروسة. لسه عروسة صغيرة جميلة. ما اتجاوزتش ما خليفتش. ما اجابتش عيال. ما تخنتش. تك 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 تك. كل حاجة ما تتش. يعني ايه? النفي. صح? انت بتبتدي من اعلى نقطة. الا لو انت بقى نوية تعتني من نفسك اكتر. اوكي? وبنقل. تخيل لي لو انت لسه في اعلى نقطة هو مش عاجبه. انت بتخيلها بقى لما يجي لك حمل ويزيد وزنك. او مسلا اه بعد فترة اه يكون عندك مشاكل او او الطرابات في الهرمونز او كزا. هيعمل فيك ايه? فلا. عدم اه النقد المبالغ فيه. وتحس ان هو مش متقبل لونك شكلك كده. انا شايفة برضو جرس انذار في الخطبة. طبعا الاسباب لا تنتهي وانا عارفة ان يمكن يكون لكم انتو حالات خاصة تقدرتوا تواصلوا معايا بشكل خاص من خلال الاستشارات. هسيب لكم الرابط في اول تعليق وصندوق الوصف. وكمان ادعوكم لو انتو خلاص ان شاء الله تخطبتم وكده. عندنا الكورسات الخاصة فينا. اه بزات كورس فن اغراء الزوج هيبقى مناسب اول للعروسة الجديدة. هسيب لكم الرابط في اول تعليق وصندوق الوصف. واشوفكم على خير مع السلامة.